الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة هذا الحديث الشريف بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر المرتب على صلاة المؤمن في هذين الوقتين وهما البردان وهما صلاة الفجر وصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الوقتين بغالب حالهما من جهة الحرارة التي تمنع الناس من الخروج وأيضا البرودة التي قد تمنع الناس من الخروج فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة فصلاة الفجر وصلاة العصر هما وقت برد في شدة الحر وكذلك هما وقت بارد في شدة البرودة إذ إن أشد البرودة في وقت البرد في وقت الفجر غالباً وكذلك العصر بالنسبة للنهار وهذا دليل على عظم الأجر المرتب على المحافظة على الصلاة وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلاة في هذين الوقتين لأنهما دليل على صدق إيمان العبد فلا يحافظ على الصلاة في هذين الوقتين الذين يغلب على الناس فيهما الميل إلى الراحة والسكون والانعزال إلا مؤمن إلا صادق الرغبة فيما عند الله عز وجل فكان الأجر المرتب على هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال من صلى البردين دخل الجنة والجنة هي دار النعيم التام الكامل الذي أعد الله تعالى فيه لعبادة الصالحين ما نعيهم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وينبغي أن يعلم أن ورود فضيلة في عمل من الأعمال الواجبة لا يلغي الفضل في بقية الواجبات فبقية الصلوات لها من الفضل والمنزلة ما هو معلوم بنصوص الشريعة لكن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار فإصطف من الأوقات ومن الأزمنة ومن الأماكن والمواضع ومن الأعمال والأحوال ما يجعل له خصوصية لحكمة يعلمها جل في علا والمؤمن يبادر إلى كل ما أمره الله تعالى به رغبة فيما عنده وصدقا في طلب فضله وإحسانه جل في علا وبهذا يعلم أن الجنة لا تحصل بالأماني ولا تدرك بالتمنيات إنما لابد من عمل صادق جاد يتحمل فيه الإنسان من المشاق ما فرضه الله تعالى عليه فإن القيام لصلاة الفجر وكذلك صلاة العصر بالنسبة للانقطاع عن الأعمال والتفرغ لطاعة الله عز وجل لا يقوى على ذلك إلا قلب مؤمن يرغب فيما عند الله لا سيما على وجه الدوام والاستمرار فإنه قد يفعله مرة لكن أن يدوم على ذلك على مر الأوقات وكر الزمان والدهر لا شك أن ذلك دليل على صدق الإيمان فينبغي للمؤمن أن يحتسب الأجر فيما رتبه الله تعالى على الأعمال من الأجور والاحتساب هو أن تطمع في تحصيل ذلك الفضل فإذا جئت إلى صلاة الفجر وجئت إلى صلاة العصر وحفظت عليهما ليكن قلبك عامراً بالطمع فيما عند الله عز وجل والرجاء بحصول ما رتبه الله تعالى عليه من الفضل فإن الاحتساب مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطاً لنيل الأجور في كثير من الأعمال من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي رجاءاً وطمعاً فيما عند الله غفر له ما تقدم النبي وهكذا كل الأعمال لا بد فيها من الاحتساب وهو أن يطمع الإنسان ويرجو ما عند الله من الأجر والثوب على عمله ليدرك ذلك ويفوز به أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من السباقين إلى كل خير أن يعيننا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصالح العمل في السر والعلن وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر